أهلا وسهلا فيكم معاكم عهود الجريد بتكلم اليوم عن موضوع التعلق لما نجي نقوله ش التعلق معناه أنك أنت متعلق يعني الشي اللي نازل متدلدل بخيط تحت وفيه شي فوق سندة الشي اللي فوق هذا متين وقوي وسند اللي تحت الناس عادة تقول لك والله أنا متعلق بفلان أنا متعلق في فلان أنا متعلقت فيه هو يبيقول أنا أحبه بس ما عارف يقول أحبه فيقول أتعلقت فيه لأن أحيانا ممكن يكون موضوع ما هو حب يكون فعلا تعلق فالإنسان لما يتعلق بشيء مادي دنيوي بحث هذا شيء ممكن يضره لأن التعلق بالأساس أن يكون بالله سبحانه وتعالى وهذا شيء ما نختلف عليه أنه أنت لازم يكلك تعلق بالله سبحانه وتعالى لكن تعلق مثلا بشخص بمادة بنفسك بمظهرك الاجتماعي بمكانتك بكينونتك إذن أنت هنا حتى عن الطريق المفروض أنك أنت تكون فيه فمثلا فيه ناس أحيانا لما تجي تتكلم بالتعلق يعني تتكلم تقولك التعلق كذا وأنت متعلق بكذا فلا أنه ما يتكلم يوصف نفسي يقول أنا متعلق بعيالي أنا متعلق بأهلي أحيانا ما يكون هذا التعلق لأنه التعلق شيء يطلع باللاواعي فيك يطلع بالشيء اللي مش مش أنت مدركه مش شيء أنت مفكر فيه مش شيء أنت قاعد تختار خيارات يعني مثلا بديكم مثلا يحصل أحيانا في المجتمعات عندنا في حالات الزواج أن البنت تكون في بيتها هلها عندها صديقة أنتيم يعني صديقة هيوية حيل أو مجموعة صديقات ملتصقين مع بعض رايحين جايين داخلين مع بعض زيارات روحات عشوات غدوات إلى آخره تنخطب البنت ويجي رجل عشان تتزوجها فيحصل أحيانا بعض الأحيانها تبيع هذه الصديقة أو هذه الصديقة وتطلعها بره الحوار بالكامل من السيناريو وتخلي الرجل هو الموجود وتقول لك زوجي خلاص أنا أم وزوجة وكذا ما عدي لزموني ففي ناس تظر موضوع كيف أن هي استطاعت تفك تعلقها بصديقتها عشان توجد تعلق بزوج لا هنا ما في تعلق لا في الصديقات ولا في الزوج خلونا نتكلم فيها بشكل أشمل البنت هذه لما كانت مع صديقاتها كانت تبحث عن وضع قدام الناس يثبت أنها هي شخصية محبوبة هي شخصية قادرة أنها تعمل علاقات هي شخصية ثرية بالآخرين يعني قادرة تحقق مكانها والله ما شاء الله عليها عندها صديقات والله ما شاء الله عليها محبوبة يحبون الناس ما شاء الله عليها وين ما غير راح جاء الصديقات كلهم خوات ففي متح لها متح لقدراتها فهذا الشيء عمل لها زي تقولون نوع من المكانة اللي أضفت لها نوع من الهيبة يعني وشيء اللي خل الناس يقدرون فهي هذا الشيء يصبح موجود بقوة في داخلها فهالصديقات صارتهم يتمسك فيهم لأنهم مصدر هذا الشيء طيب الحين انخطبت وجاء الرجال الرجال عمل لها إضافة ما شاء الله زوجة سيدات مجتمع فاتحة صالون بتصير أم معيال بيت أثاث خدم حشم فالوضع ش صار؟ هالرجال حقق لها عاد الإضافة الأكبر إن هي صارت عندها الحياة المستقلة صار عندها الإمكانية أنها تكون تنعزم في العزائم اللي ما كانت تنعزمها وهي بنت تحضر العروس الوقت متأخر ما كانت تحضر وهي بنت إلى آخره من الأشيء يتخذ مفارقات اللي تحصل مجتمع اللي تظلم في أعلى فئة فيصير الزوجة حين مصدر هذه المكان الاجتماعي فتبدأ إيش تتوجه بكل قوتها الإرضاء حين يحصل أن الزوج يفهم الرسالة هذه فيبدأ يقصو على الزوجة وممكن يمد إيدها إلى آخره من العلاقات اللي فيها ارتباك يعني فهي تظن أن هذا هو الطبيعي لا نفس بيلنا أكون متزوجة أرضى بأي شيء أي شيء يقوله أي شيء يسويه أي شيء يحكيه أي شيء يحصل أنا أرضى فيه بس أني ما أفقد المكان الاجتماعي والبرستيج اللي أنا عشته ما هو كانت عايشة برستيج أي من الصديقات أنها محبوبة ومرغوبة وإسانة رائعة وقدرة تكون علاقات الآن صارت هي سيدة ومتزوجة وأم ولها وضعها ولها مكانتها فهينا شيء وهينا شيء تمام ليحصل كالآتي أنه المشهد الخارجي هي متعلقة متعلقة بصديقات متعلقة بالزوج لكنه الحقيقة هي مش متعلقة لا بصديقاتها ولا بزوجها هي متعلقة بنفسها بذاتها بكينونتها بأنها تبي تثبت للي حولها أو تبي تبيل للناس أنها هي قادرة على أنا قادرة أنا عندي الإمكانية أنا فهي عندها شوي الغرور الداخلي عالي وهذا اللي بعض الناس يسيقون فيما بالتعلق يقول لك التعلق أن أنا كنت متعلق بشخص لا أنت ممكن تكون متعلق بنفسك بذاتك بداخلك بكينونتك بوضعك فتشعر أنك أنت زي ما تقول متميز في أشياء زي اللي حصل الحين بالنت لما يقول لك والله عندها فلاورز كثير يعني فيبدأ يجمع 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 حتى لو يشتري بالغش والتدليس فلاورز عشان يثبت النفس أنه هو والله محبوب نفس الشي هو نفس الشي يعني سواء هنا أو هنا يعني فالإنسان لازم يعرف أول شي لازم يعرف هو متعلق بإيش لأنه لازم يعني الموضوع الواضح جدا أنك أنت تعلقت بحاجة هذا الشي بيصير مصدر إيذاء لك بيذيك تعلقت ببني آدم حيكون مصدر إيذاء لك لأنه أنت فصلت علاقتك بالله سبحانه وتعالى طالما فصلت علاقتك بالله سبحانه وتعالى إذن هذا الشي ما حيكون لطيف بالنسبة لك الشخص اللي أنت متعلق فيه متعلق بمادة ما حيكون لطيف بالنسبة لك لأن الله يغر عليك فما حيقبل أنه كله شركاء معه فيجون يقولون لك والله أنا أنا يحصل لي كذا ويجون مآسي يعني مآسي شديدة يعني أنه مثلا تنطق من زوجها أو أنه أصحابها مثلا بيعونها أو أنه الشغل مثلا مطلع عينها والأخير يعني طبع معناها أنت في تعلق فك التعلق ارضب اللي أنت فيه اقتنع أنك أنت أساسا بني آدم مكرما عند الله أنت بني آدم جاي في هالدنيا هذه تعمل إشياء معينة أنت منتجي عشان تثبت للآخرين والله أنا أحسن منكم وزي منكم وتعيش التنافس والتناحر لأنه فيه شي في داخلك في داخلك اسمه الدافع الدافع يعني الدافع يعني شيء يدفع يدفع هذا الدافع يقعد يدفك طولك سوي اعمل هو على فكرة يعني هذا جزء من الحوارات الداخلية اللي تحصل أو زي ما تقولون اللي هو جلسات الحوارات الداخلية يعني اللي يحبون يأخذون هذه الجلسات بتعرفون على الموضوع هذا إنه يحصل إنه يدفك لهذا ممكن يولد التعلق بسهولة فالإنسان يلاقي نفسها شعوريا بدأ منه ومنه 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 فيه ناس تقف مع نفسها وقفة كذا وتبدأ تنتبه وتفوق وتقولك فعلا ماذا قاعد تصبح حياتي ليش حياة فيها تكسر كذا ليش الدنيا قاعد تتهدم من حولي ليش العلقات تتفكت ليش ليش أيان كان مجال التعلق يعني ويبدوني فوقوني يبحثون عن حلول يعني سواء من أنفسهم أو من الآخرين استرشاد بإنسان مصلح في المجتمع استرشاد بمختص استرشاد بأي حاجة يعني في وسائل كثيرة تدلسنا يبدأ يعرف إنه في إيش متعلق وكيف يفك التعلق أحيانا الإنسان يخطأ في تفسير التعلق حقه فإذا ما تقولون يوجد حلول والمكان لطريق الماشي فيه صح لكن ما هو عارف مصدر التعلق وهذا المطب الكثير يطحون فيه الكثير إنه أنا خلاص عارف أنه متعلق وعارف أنه فيه مشكلة لكنه متعلق بيش فيظن يقولك أنا متعلق مثلا بوضع الاجتماع متعلق بأصدقانا متعلق ببريستيجي هو يكون موضوع مختلف أحيانا يكون حاجة ثانية بعيد عن منطقة ذي فلازم يعيد قراءة نفسه وقراءة الأحداث من حوله وقراءة زي ما تقولون ياخذ التاريخ اللي حصل له في الموضوع هذا ويفهم بالضبطه ويقول لكم يستعين وهنا بالطريقة هذه يبدأ يعرف طبعا استعان بلا أولا أخيرا سبحانه وتعالى ثم بلي قدرون يساعدونا فإن شاء الله كم وضحت لكم أحيانا ليش أحيانا يصير فيه إن بعض الصديقات يبيعون صديقاتهم أو يكشتون فيهم مقابل الزوج انتبهوا النقطة جدا مهمة أحيانا ضغط الأهل يعني لما تكون البنت مثلا مقهورة في الداخلها وتعاني من الضغط من أهلها بيحصل أنه ممكن يجيها أمر من أهلها اتركي صديقاتك عشان ما يخربون زواجك هذا تعرضت هي للضغط وهي استجابت لأنه أساسا عندها كمان مشكلة أنا ما عندها إرادة أو ممحية شخصياتها أو مقموعة إلى آخر يعني أحيانا يحصل عندها نوع مششك إنه من سوء تقديرها الذاتها يعني من تقدير الذات المتذني إنه ممكن يخربون حياتي لأنه أنا ما عند أمكانيات أن أحافظ على هذا الزوج فهي لأنها أساسا مو شايفة نفسها حاجة أو هي تحتقر ذاتها تحتقر نفسها وما عارفة أنها ما عندها أمكانيات وعارفة أنها ما تسوى شيء فهي خايفة لأنها شايفة صديقات أحسن منها لأنها دائما في حالة مقارنة هذا كمان ممكن يكون سبب في أسباب كثيرة 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 ممكن تخلي الإنسان يعمل تصرفات أحيانا بالشكل هذا ما نحطها هاكلها على التعلق لأنه زي ما يقلت لكم في أسباب ثانية أخرى غير التعلق وممكن تخلي الإنسان يتجه ويروح تبدر منه التصرفات مع أصدقاء أو في شغله أو الآخر وهو ما يكون عارفش القصة لكن مجرد أنه يحصل أنه لما يلجأ لأحد أو يستفسر أحد أو يسأل أحد هو ليش حصل بديت تنظف داخليا بديت تطلع الحقيقة اللي فيك بديت تطلع الطفل الكامل الداخلي اللي فيك بديت تنقي من جوة بديت تنقي بشكل جيد فكيف أنت تنقيت حترجع تتعلق مرة ثانية مستحيل طبعا لأنه اللي تنقى صعب مرة ثانية يرجع للي كان عليه يعني زي اللي دخل وأخذ دوش وتحمم ونظف يعني ويجعون يقولون لهم مرة ثانية هترجع ترمي نفسك في الوحل ما حير من نفسك في الوحل لأنني بيقولك أنا أنا تحممت وش محدني يعني فهمتوا علي فهذه كل موضوع إن شاء الله أكون أفدتكم هذه المعلومة ألتقيكم إن شاء الله في موضوع ثاني في فترات القادمة معاكم عهود الجريد